أكيد وصلنا لنهاية فقراتنا اليوم ودائماً عم يكون مسك الختام السمر الشباب السوري هذا هو فعلاً شباب قادر على العطاء اليوم عم نحكي عن شباب جداً مميزين وهنا أمل المستقبل الواعد حيث أطلق فريق إيكوفانز بالتعاون مع شبكة البكالوريا سوريا فعالية هلأ لوين ضمن سلسلة نشاطاته بحضور طبعاً أكتر من 800 طالب وطالب لنحكي أكتر وبشكل موسع عن هذه الفعالية بصدنا أكيد نرحب بمحمد عبدالوهاب وغيداء كساب من مؤسسي فريق إيكوفانز وقائمين على فعاليات هلأ لوين صباح الخير أهلا وسهلا فيكم صباح يا رب بالبداية غيداء هلأ لوين الاسم قدام مميز بدي أعرف سبب التسمية وفعالية هلأ لوين لنحكي عنها بشكل أكبر نعرف هي انطلقت بال2019 بعدما خلصوا البكالوريات خلينا نحكي عن الفكرة كيف إجتك كمعاً هلأ بالبداية بالاسم هلأ لوين نحن نطلق نسبة لأنه الطلاب جديد تكون هي طالعة من مرحلة البكالوريو منتقلي لمرحلة جديدة اللي هي مرحلة الجامعة مرحلة الجامعة تعتبر مختلفة كلياً عن مرحلة ما قبل الحياة الجامعية بأنك أنت عم تدرس 12 سنة فأنت هلأ انطلقتي لمرحلة جديدة اللي هي مرحلة الجامعة فهي هلأ لوين إجه هذا المسمى أنه هلأ الطالب هو طالع يمكن يكون محتار ما نعرفان وين توجهه يمكن حتى أغلب الطلاب عنه نحن بتسجل لأنه مجموعة هيك سامحلة مو لأنه هي لاحقة رغباتها أو لاحقة شيء المهارات اللي هي بتمثلكها من جوه فلهذا السبب لحنا اطلقنا هاي الفعالية بهلأ لوين هلأ لوين لحتى نشرح للطالب أكتر لحتى نعطيه ميزات الجامعة أكتر فريق إغوفانز قام عدة فعاليات مختلفة على مرحلة 2019 أحد هاي الفعاليات هي فعالية هلأ لوين المحاور تبع فعالية هلأ لوين تحدثنا عن حياة جامعية اللي إحنا بشكل عام نطلقنا بعدين لحتى نشرح للطالب عن كيفية التقديم للمفادلة العامة بالإضافة لهالشي اللي إحنا شرحنا للطالب كيفية التسجيل ضمن مرحلة الجامعة تفادياً لوقوع بالأخطاء اللي بيقع فيها الطالب نطلقنا بعدين لحتى نحكي لهم عن كيفية دراسة المواد الجامعية اللي بتختلف كلياً عن مرحلة ما قبل الجامعة هالشي اللي إحنا زودنا من خلاله بأشخاص كانوا هنين أوائل ضمن الكلية فشرحوا للطلاب كيفية دراسة المواد الجامعة يعني بيصير عنكم مثل دورات عم بدربوا الطلاب اللي ما عرفاني مثلاً بالجامعة في عم بدورات بالدرب ووهن عم بطريق الطلاب الشاطرين أو المتخصصين بهالمجال طلاب أوائل فهنين بيشرحوا كيفية دراسة هاي المادة الجامعية شو النقاط الأساسية شو لازم يعمل خلال مرحلة الجامعة قديش لازم هو ينمي مهاراته قدي لازم يشتغل على حاله قديش لازم يتعب لحتى يلاقي هالشي بطريقه المميز بعدين بالختام كنا نختم معهم عن طريق المسابقات وبعض الجوائز الرمزية هالشي كان يساعدنا لحتى نتقرب من الطلاب أكتر ونتفاعل معهم أكتر بإضافة لهالشي كمان احنا كرمنا طلاب التجاري اللي حصلوا على علامات متميزة بمرحلة البكالوريا ودخلوا كليات الاقتصاد بشكل خاص فلحنا كنا معهم من خلال تكريم خاص لألون ووزعنا لهم شهادات شكير تفاعلنا معهم تقربنا منهم أكتر لحتى نهنيهم على هذا النجاح صراحة اللي حققوا يعني أفكار جدا مميزة عم نحكي اليوم عن دعم معنوي كتير كبير للشباب ووضعهم على أول الطريق لحتى يستقبلوا المرحلة الجامعية محمد كتير من الشباب والصبايا منسمعهم منقول إنه إحنا ما ننفكرين الجامعة هيك هي فعلا متفرق كتير عن سروات الدراسة يلي أضوها بالمدارس خبرنا اليوم 800 طالب وطالبة كيف كان التفاعل معهم وشو دور؟ تمام صراحة حتى كان أكتر من 800 بس للأسف المركز الثقافي ما وسع غير لـ 800 طالب يعني إحنا نعتزل في طلاب ما قدرنا حتى أنه نستضيفهم فعليا مثل ما تفضلت وحكيت الآن سغيداء الطالب عم ينتقل من مرحلة البكالوريا لمرحلة الجامعة عم يكون نوعا ما عنده نقاط مبهمة يعني مثلا سواء حابب هو يفوت اقتصاد أو حقوق أو إعلام هو ما عنده معلومات كافية عن هذا الفرع ما عنده معلومات تخليه يتابع عنده نقاط مبهمة كتير نحنا كان هدفنا الأساسي نتواصل مع الطلاب صراحة التواصل مكان بس عن طريق الستيج نحنا كان ضمن الفريق التنظيمي وزعناهم بين الطلاب مشان اللي ما صح له يسأل يستفسر أكتر نحنا كان عندنا فريق تنظيمي كامل بكافة الكليات اللي حابب يسأل عن الاقتصاد عن العلوم عن الرياضيات عن الإحصاء يعني بنهاية يكون فكرة ما بدي يا أنا الطالب يفوت وبعد ما يتخصص مثلا الفرع كذا يقول أنه والله حسيت حالي ماني ملاقي أو ماني مناسب وهي كتير عم تصير مع طلاب كان هذا الهدف الأساسي لفعالية هلأ لوين أنه الطالب يعرف كل شيء عن مستقبل فرعه قبل ما يدخله حتى يعرف هو وين بيلاقي حاله فعالته يمكن بسوق العمل تماما بالإضافة إلى أنه أغلب التخصصات نحن الطلاب ما بتعرف أنه مجالة بسوق العمل فنحن شرحنا لهم أكتر أنه في حال إن شاء الله دخلت الفرع وتخرجت شوف فائدة المعدل العالي إليك نحن حنساعدك بهذا الشيء آلية ربطك بسوق العمل كيف ممكن تلاقي شغل وهي الأمور كلها عم تكون مبهمة عن طالب البكالوريا لأنه هو طالب طالع من فترة ضغط فترة امتحانات سنة كاملة دراسة فكان هذا الهدف الأساسي هذا الشيء اللي تم خلال الفعالية بالمركز الثقافي غيدة خلينا نحكي عن كيف عم تلاقي الإقبال بما أنه جديد هلأ لوين خلينا نحكي الإقبال للطلاب كيف والطلاب اللي حابين يشتركوا معكم عن طريق مين يعني عرفتي عنكم مركز معين رقم تليفون ولا عن طريقة مواقع التواصل الاجتماعي تمام هلأ لحنا بصراحة أكتر الشي بيخدمنا هو مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة لأنه لحنا عنا رقم خاص منحاول دايما لحنا نجاوب على استفسارات الطالب طالب كتير عنده شغلات مبهمة ما بيقدر أنه يوضحوا له بالأخصة الطالب يطالع من محرة البكالوريا كلها تمرينها بهاي المرحلة فيمكن هذا الشيء خلق جواتنا نزع أنه لحنا لازم نساعد هذا الطالب لازم نوضح له بعض الأمور لحتى ما يوقع فيها يرجع بالأخطاء بالنسبة لأقبال الطلاب كان كتير لحنا فعاليتها لون هي أحد الفعاليات اللي عملناها لحنا عملنا حوالي خمس فعاليات فكل مرة كنا نعمل فيها فعالية كنا نلاقي أقبال الطلاب أكتر عم يجي طلاب عم تخبر بعضها حتى بنهاية الفعالية يقولون طلاب أنه كملوا معنا لأدام يعني لحنا توضح لنا بعض الأمور يلي ما كنا لحنا مثلا عرفانينا غالبا كمان مثل فيكي تاخدي مثال كليات الاقتصاد كليات الاقتصاد تفوت عليها الطالب ما لعرفان لبعدين هو وين مكمل يمكن أغلبنا بيقول أنه شو أنا إذا درست محاسبة شو رح أقدر أكمل أو إذا درست إدارة أنا لون رايح فهذا الشي اللي لازم كتير اللي احنا كنا نسلط الضوء عليه حتى نوضح له هاي الأمور الصح حتى بالنسبة لمسار والمهني بعد ما يخلي الجامعة بالنسبة للدراسات العليا فكان هذا التوضيح نحنا بالبداية قلت لك أنه بدينا معا من المفاضلة العامة نتقلنا لكلفية تسجيله ضمن الجامعة نتقلنا للمضحلة والفرق بين كليات مثلا العلوم وكليات الاقتصاد شو بتفرق الهندسة مو أنا مثلا إذا ما جبت مجموعة الهندسة فأنا خلص في شلط بحياتي لأ أنا يمكن نكمل الاقتصاد وانجح فيها يمكن نكمل كلية علوم وانجح يمكن نكون خبير حتى بعلم الكيميا مثلا فهذا الشي اللي كنا حابين ونوصل هاي الرسالة للطلاب أنه أنت اللي بتخلق هاي النجاح يعني الطالب بحد ذاته هو اللي فيها ينجح الفرع مو الفرعي اللي بنجح الطالب بس غيداء اليوم عم نحكي عن موضوع جدا حساس الطالب بده هذا التقوين بده هذا الإرشاد بده الدعم هذا كله نحنا فعلا بحاجة لأله لكن الناس المسؤولة والناس المختصة دي لازم يكون عندها خبرة بهذا المجال نحنا مو بس نقعد نحط الطلاب ومثل ما منقول بالعميم كان ننظر عليهم لا لازم فيكون أسس علمية واضحة عم نشتغل عليه أكيد له السبب نحنا وقت اللي بنعمل هاي الفعاليات نحنا نستدعي أشخاص زو خبرة وعندهم تجارب صابقة بهاي الشيف هنا وقت اللي بيلقوا هاي التجارب على الطلاب يلي عم يسمعوا فهذا الشخص عنده خبرة حوالي من 20 إلى 25 سنة بهذا المجال ممكن تستقبلوا دكاترة جرامعة أكيد أكيد رفتهم عن كيفية دراسة المواد الجامعية كان طلاب أوائل على مرة أربعة سنين بكلياتهم تماما فهنين عندهم خبرة فوقت صلتوا الضوء على هذا الشي كان الطالب ياخد رسالة من هذا الموضوع خلينا نحكي وناخد فكرة عن فريق إيكوفانز ونحكي عن الفعاليات اللي عملتوا ب2019 ونتائج اللي طلعتوا مننا هلا فريق إيكوفانز هو فريق تنموي هدفه عنده في هدفين أساسيين هدف الأساسي الأول هو مرافقة الطالب خلال مسيرته الجامعية من السن الأولى الأخيرة حتى يتخرج حتى يقدر يطلع من الجامعة بمعدل عالي الهدف الثاني هو ربطه بسوق العمل من خلال تقديم ورشات وفعاليات مهنية حتى نعرف الطالب على سوق العمل أكتر هلا بالنهاية مشكورين جميع الكليات الكليات عم تقدم إطار نظري غالبا عم يكون هو الإطار النظري الطالب لما عم يطلع من الكلية نوعا ما عم ينصدم بسوق العمل يعني عم يلاقي متطلبات زيادة أكتر من الشي اللي هو عنده وكتير متطلب مع بلاء تماما والسبب الرئيسي أنه الكليات عم تقدم إطار نظري ونحن عم نحاول نربط الإطار النظري بالإطار العملي نوعي الطالب نفهمه عن نقاط اللي لازم ركز عليها على الشغلات اللي لازم يعملها على الأمور اللي عم تنطلب بالسي فيات أو من خلال مقابلات العمل ففريق الكوفانز هو فريق تنموي عنده هدفين أساسية مثل ما ذكرت هدف الأول أنه نحن نرافق الطالب بمسيرته الجامعية والهدف الثاني أنه نحن نكمن ما بعد المسيرة الجامعية للطالب أما بالنسبة للفعاليات اللي قدمناها قدمنا عدة فعاليات وورشات تقريبا عم يكون كل أسبوع عنا واحدة بأماكن مختلفة طبعا قدمنا مثل هلأ لوين عم نحكي عنا في هلأ على الاقتصاد قدمنا فعاليات كتابة السي في من فترة كمان قدمت فعالية طريقة الإجابة على الأسئلة بالامتحان يعني طبعا صار إقبار كتير كبير عليها طالب السن الأولى بصراحة لما عم يفوت على الجامعة بيستغرب وخصوصي أنه مثلا لما يقول له أنه المادة مؤتمتة وبدنا نظل البكرة بالامتحان طب هو شو يعني شو يعني مؤتمتة شو بيزل بالامتحان وإحيانا عم يروح كتير وقت لما يتوزع الوراء بالامتحان فلما أنا عملت هاي الورشة إجا أقبار كتير يعني صار الطلاب تقلي أنه هنجد استفادوا وصار يعرفوا أنه هنجد كيف حي يجابوا آلية اختيار السؤال فنحنا تقريبا كل أسبوع عم نقدم فعالية نحنا بمثل هالوقت كل سنة عم تكون فعاليات فريق إيكوفانس كتير كبيرة نستهدف أغلب الطلاب الجامعيين يلي هنجد السنة الأولى لحتى تتكون عنهم فكرة كاملة سواء عن الجامعة والكلية اللي اختاروها أو سواء عن المتابعة بهذه التخصص أو الفرع خلينا نحكي اليوم عن متابعة الطلاب قدرتوا تاخدوا بإيد الطالب يختار الفرع يعرفوا وين توجهوا وين إمكانيته قد يهتم مهم نحنا نتابعهم بعد هذا الشي بجامعتهم بالفرع اللي اختار طبعا فنحنا تحديدا اللي هين نقطة حابين نوضح عليها بإنه حتى ذكرنا اللي احنا كتر مرة وخبرنا هاي الطلاب أنه نحنا بدينا معكم بهالقلوين بس نحنا مكملين أكيد بعد هالقلوين شو ممكن اللي احنا نقدم لكم يعني نحنا مو مجرد أنه عرفنا الطالب أنه بمرحلة البكالوريا شو الفرع اللي يختاروا ولوين يتوجه نفس الوقت نحنا دائما معيار النجاح عنه هو الاستمرارية بتقديم هذا الشي فله السبب نحنا مستمرين مع الطالب فيما بعد ممكن تنسحي الطالب مثلا هو حابب يفوت هذا الفرع وانتي مثلا لمستي عنده شي موهبة خاصة ممكن تنسحي أنه مثلا لا تروح لهذا الفرع مثلا روح على كلية الفنون أو مثلا أنه بحب الرياضيات تروح على الاقتصاد يعني صراحة صارت معي بأحد الفعاليات هو الطالب كان محتار بين هندسة المعلوماتية والاقتصاد فقال لي أنه أنا عندي تجارب سابقة بهندسة المعلوماتية ومحتار بصراحة بين الاثنين فأكيد أنا ساعدته ووجهت له بعض النقاط وبعدين تركته وقالت له أنت بإمكانك تحضر سلبيات وإيجابيات هذا الفرع بالنسبة لك وسلبيات وإيجابيات هذا الفرع كمان بالنسبة لك وترجع أن تتعمل مقارنة بيناتهم لحتى تشوف أنت لين متوجه يعني بعد خمس سنين أنت وين شايف حالك حدد هدفك من البداية لحتى تنجح ضمن هذا الفرع شو صار معه بعدين حرجح حاكاني بصراحة وقالي أنه سجل هندسة معلوماتية كان هو رغوانة أكتر على الأفتراضية على جامعة الأفتراضية فبالعكس يعني أنا مبسطة وقت قدرنا لحنا نساعد هاتطلاب فقديش لحنا عم نقدر نوصل رسالتنا بالشكل الصحيح بالإضافة لهشي مثل ما ذكرت أنه نحنا مننجح أكتر وقت منستمر مع هذا الطالب ضمن مرحلته الجامعية وهي الإفادة اللي منقدر أنه نقدمها أكتر محمد شو بيعتاز فريق إيكو فانس اليوم شو هي المعوقات اللي ممكن تبطئ شوي من فعالية هذا الفريق هلا بصراحة نحنا كفعاليات عم نعمل بشكل كبير بس أحيانا عم تكون الفعاليات خجولة بصراحة يعني ما في داعم رئيسي مثلا على سبيل المثال أحيانا نضطر نأجل الفعالية أو تتأخر شوي لحتى نلاقي مكان مناسب أو مكان يسع العدد الكبير من الطلاب فنحنا بصراحة إيكو فانس عم يقدم كل هذا الشي يعني إيكو فانس بدأ فكرة بين أربع خمس أشخاص قلت أنا واحد منهم بالكلية بس هلأ إيكو فانس اتطور لمراحل يعني نحنا قدرنا حتى نساعد طلاب جامعة حلة بالسنة الماضية وهلأ حتى هي السنة فإيكو فانس وين كان وين صار من فكرة لمشروع ضخم بس بإمكانيات خليني أقول خجولة نوعا ما يعني بصراحة نحنا عم نتزل قصارى جهدنا لنقدر نساعد الطالب باكن ضمن إمكانيات محدودة بصراحة نعم بس كمان عفوا عم نحكي نحنا يمكان سمر عم فريق يمكان شوي حديث العهد شوي شوي يمكان نحنا خطوة بخطوة نقدر ننجح بس نحنا عم يكون التطور عنا ضمن فريق إيكو فانس بسريع يعني بصراحة نحنا خلال سنة واحدة انتقلنا من دمشوخ لحتى نخدم طلاب كلية الاقتصاد على سبيل المثال بحلب وبلق نيطرة يعني قدرنا نتواصل مع عالم حتى عم نساعدهم إما بالطلعة أو بالتسجيل أو بكل شي بأمور بأمور أنه الطالب عم يقول لي طب أنا طلع لي مثلا بحلب طب هو بعمره ما بيعرف حلب عمره مو طالع لهني أو أنا طلع لي مثلا بسويدة طب كيف ممكن تساعدني نحن عم يكون عنا أشخاص تطلع مع الطالب تعمل جروبات تطلع مع الطالب تساعدهم بالتسجيل تساعدهم بأمورهم الجامعية يعني نحن قدر المستطاع عم يكون تطور سريعا عن نظم الفريق أكيد أنا بفتخر بصباحنا يكون في عنا فئة شباب قداش هذا العائل الواعي وعب تساعدوا غيركم دائما نحنا إيد بإيد دائما بحكي هذه الجملة نحنا حنبني سوريا بالعقول الراقية اللي عنكم نتمنى لكم أكيد التوفيق ونورتوا صباحنا شكرا على ستاعدكم هذا تسليط الضوء على هذه الأمور من خلالكم هذا الشيء يعطينا دافع قوة لنكمل بشيء أكبر وأعظم من هذا الشيء شكرا لكم وشكرا أيضا لكل أعضاء الفريق اللي كنا نتمنى يكونوا كلهم موجودين شكرا شكرا